السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم خوزي معنا في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال حول لائحة اكتوبر المقبلة اللي عنا فيها دورة ودية بطبيعة الحال في الاراضي الكود الايفواري احنا عرفنا ان المتش اللي عنا مع المنتخب الايفواري والمتش التاني باقي انا عرفوه معا منه بطبيعة الحال اذا منتخب كود ديفوار منتخب الوطني صراحة كود ديفوار ينقش مع اربعات المنتخبات ممكن ان يكونوا منهم ينقش مع ززائر و تونس و متر و سينغال يكونوا جوج المنتخبات من هذا الربعة بطبيعة الحال يشاركوا في هذه الدورة ودية المنظمة في الكود ديفوار اذا شيء حاجة كبيرة شيء حاجة استطيع بطبيعة الحال في هذه اللائحة انكتشفوا لائحة الدفاعية و ادخط وسط الميدان المنتخب الوطني المغربي لائحة اللي هتكون فيها ثمانية المدافعين و سبعة اللاعبين وسط الميدان من المنتخب الوطني المغربي لائحة تكون منوابين تجربة و الخبرة و اللاعبين اللي بقين شاب بعمدوا بلاعب رقم واحد في الدفاع بطبيعة الحال اللي بقي مع امره ولو لدقيقة لائحة واحدة لائحة مرس تعجب بقلق الاصداء اللي وصلتنا انه تعجب بالتدريب هو كلعب كقلب دفاع للاندريال بيتيز الاسباني ولكن ما لاعبوش ولو لدقيقة شنا عمل ذلك الملحام حتى هو مع المنتخب الأولين بي بالفوز ديهم بكأس افراقيا قل من 23 سنة كندن كان شاركوه في جوج مقابلات مقابلة ناس في نهاية و كندن مقابلة الثالثة كانت في المجموعة اللي قبل من ذلك المقابلة عمشوا المدافع رقم جوج أشرف داري 23 سنة قلب دفاع وهو لاعب احتياطي في المنتخب الوطني المغربي لاعب مقاومات كبيرة صراحة كان في الويداد البيضاوي في الموسم الاول احترافي اشرف داري مكانش واحد الموسم اللي هو كبير باش نكونوا ممنطقيا نكونوا الصراحة على اي لاعب طبعا الحال لاعب داري ركا نحبه في طبعا الحارة يموت على البلاد حالنا كاملين الحمدول الله بشو اللاعب رقم ثلاثة في قلب الدفاع جود لياميق هو لاعب احتياطي في حاله في حالة داري في المنتخب الوطني المغربي لاعب جيد لاعب امكانيات كبيرة في صراحة لجود لياميق لعب في المستوى العالي بديل طبعا المنتخب الوطني المغربي لاعب امكانيات كبيرة وخرج للمنتخب الوطني متأخر شي شوية بطبعا حال أهل من أخص 30 من الملافعين لديهم تكوين مغربي لتكوين المغربي لتكوين المغربي في المنتخب الوطني المغربي ويظن في المنتخبات الأخرى باقي الأمور تتطور مع مورولوارس إن شاء الله في 12 عوش 2023 ما هو اللعب غالم بسايس؟ 33 سنة لعب السد القطري هو عميد المنتخب الوطني المغربي وتكوين فرنسي من خيرة اللاعب المنتخب لاعب كبير، لاعب قوي على جميع الجوانب لاعب صراحة في المستوى الكبير لاعب غالم بسايس لاعب المستوى الكبير كما نقوله غالم بسايس لاعب صراحة لما يخسر الماتشات في المنتخب الوطني يعطي العطاء الغازير في المنتخب الوطني المغربي لاعب صراحة مقومات كبيرة وكبيرة 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 بزاف صراحة عمد الآن سلنا أربعة ده القلوب الدفاع الآن عم تقول الأظهر عمد ضوء الضهر الأيمن اللي فيه الجوج دي المدافعين عمد ضوء لعب أشرف حاكميدو التكوين الإسباني لاعب باريسان جرمال الفرنسي لاعب مقومات كبيرة في المستوى العالي لاعب باريسان جرمال الفرنسي لاعب جوج موسم الآن يدخل في موسم رقم ثلاثة مع فارق باريسان جرمال الآن بركي قليل مقمتًا لاعب باريسان جرمال ثلاثة فالآخر غشت الانخرج هو اللعب الإسباني اصينسيو ونرى ما هذا هذا القصة حتى الآخر هناك أيو من عنده 29 سنة مع الفرنسي المنزي المغرب كبيرة لفارق لاعب بلمستوى العالي لاعب أمستوى العالي وباقي كيف يريدون أن يمضيهم على اللعبية هي عطية الله صراحة تلويدات جابت المدرب عادي الرامز اللي كانت منهوله النجاح والتوفيق بطبيعة الحال مدرب صراحة نجح في المغرب هناك كذلك اللعبية هي عطية الله دو التكوين المغربي في حاله وفي حال العلود أما عطية الله رامر ركائز ديال المنتخب الوطن الماري الآن بدون فارق وشتشاعي ساعده وشتكون فادي لأحد أكتوبر باقي الانتقال الطويلة وباقي ممكن انتقل شي في رقاب طبيعة الحال لأنه لعبك يتوفر على إمكانيات كبيرة ليو يحيى عطية الله لعب كبير صراحة يحيى عطية الله لعب مقومات كبيرة الآن عمشون آخر ظاهر وآخر مدافع معنا في هذه اللائحة ديال المنتخب الوطني المغربي من أجل شهر أكتوبر المقبل هناك ناصر المزرع ولعب باير من الألمان اللي كيعمل كظاهر أيصر في الباير في المنتخب الوطني المغربي كظاهر أيمن عفوا كظاهر أيمن في المنتخب الوطني المغربي كظاهر أيصر لأن تواجد أشرف حكيمي مهمة صعبة وصعبة بزف ناصر المزرع وأنه يلعب كأساسي في ديال الجهة الأصلية الآن نعم شون خط وسط البداء نبدأ بسوفيان أمرض سوفيان أمرض لاعب كفاءة كبيرة بطبيعة الحال لاعب كبير في المستوى العالي لاعب فيورونتين الإيطالي لاعب لديه إمكانيات كبيرة كان أعتبره أنا أفضل لاعب في المنتخب الوطني المغربي في الوقت الحالي كان أعتبره أنا أفضل لاعب في المنتخب كأس العالم لديه إمكانيات كبيرة لاعب كبير لاعب في المستوى العالي سوفيان أمرض لاعب فيورونتين الإيطالي لاعب في المستوى العالي بطبيعة الحال ونقل الآن لاعب بنيامي بوشواري لاعب سنتي تيل فرنسي الذي لاعب على المنتخب الأولمبي بطبيعة الحال لاعب كبير والجهد والدعوة الرجل مرة واحدة في لائحة مارس ما كانش لاعب معه في لائحة مارس ولو لدقيقة واحدة إذن وبان على مستوى كبير صراحة في المنتخب الأولمبي بان على إمكانيات كبيرة في المنتخب الأولمبي بطبيعة الحال لاعب كبير لاعب في المستوى الكبير هناك ساليم أملاح لاعب بلد وليد إسباني كاختيار ثالث في وسط الميدان لاعب كذلك مقاومات كبيرة وساليم أملاح بطبيعة الحال لاعب في المستوى العالي ولاعب أساسي في المنتخب الوطني المغربي تكوين برجيقي من خيرة اللاعبين اللي عند المنتخب الوطني المغربي لاعب كبير لاعب في المستوى العالي بطبيعة الحالي وساليم أملاح لاعب كبير هناك ساليم أملاحي 23 سنة فقط لاعب أولمبيك مارسيليا لاعب في المستوى العالي كذلك لاعب كبير لاعب ملك يغيب على المنتخب الوطني يجعله الفرق كبير 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 في خط وسط الميدان المنتخب الوطني المغربي لاعب مقاومات كبيرة وهذا الان وصلنا إلى وسط الميدان من رقم 4 وهذا الان وصلنا للتدكير فقط لتكوين مغربي شيء مفرع شيء مفرع شيء مؤثر بطبيعة الحال هناك عبد الحاميد الصابير لاعب فيورونتين الإيطالي لاعب كبير لاعب كبير لعب كبير في المستوى التكوين الألماني من خيرة اللاعب المنتخب الوطني المغربي كان في المنتخب الوطني من البودلاء الناجحين كانوا صراحة في المنظر لاعب هائل ممكن يطينا إفادة كبيرة في هذه اللائحة الأكتوبر نحن في 12 غشت كان هناك واحد اللائحة قبل منا في شوتامبيرو ولكن نحن كانت تحت على هذه اللائحة الأكتوبر بطبيعة الحال نحن في وعد اللاعب اللي عنده 37 سنة وبسرد الناس ينتقضون على هذا الاسم ولكن ممكن محسن جوة للاعبتي حتى نجحها اللي يعمل كونترات جديدة وعلاش ميكون صراحة حتى هو داخل أسوار المنتخب الوطني وهو مدىش فرص كثيرة صراحة مع المنتخب الوطني اهلا مغربي يخص فرص مراكي الآن سنة 37 وهو بقي في المستوى صراحة في الموسم اللي يفات على قطاع الترجمة اللي يشاركوا اللاعبين كاملين والمدرب والإدارة والرئيس وكل شي والجماهير من زواج يدعم رقم واحد في البقاء ترجمة القسم الوطني أولها والآن هذا الموسم على الترجمة الأولى ولكن للأسف بدون ملعب هلا في مدينة تيتوان أو القنيترا أو أغلبية لعبة تيتوان صعبة مسألة صعبة وصعبة جدا مشغوز 30 دورة خارج الميدان اللي يقول مقابلون مع شباب السوالم بحل الموسم اللي يفت صراحة نفسه وكننا وجهنا شباب السوالم كنا نهجنا بواحد الزير وانذا وآخر وسط ميدان معنا في اللائحة وبيل الخنوس 19 سنة تكوين برجيقي من خيرة اللاعب اللي عند المنتخب الوطني المغربي لاعب كبير لاعب مقومات كبيرة لاعب في المستوى العالي وبيل الخنوس لاعب صراحة كبير لاعب اللي عنده 19 عاما لاعب كوسط ميدان لاعب في المستوى لاعب في المستوى الكبير صراحة بلا الخنوس لا نحظ hunch على مؤهلات كبيرة في المنتخب الولمبي ليس على مؤهلات بعيدة في المنتخب الولمبي بطبع الحال وفي المنتخب الوطني المغربي لها تلس في مقابلة كأساسي بلس في الممكن agreements بطبع الحال في المنتخب الوطني المغربي إن لا انهم كرواتيا ومن الترتيب ومن البرازيل فط مش mellan البيرو مع مؤهلات كبيرة إلى 89 عاما ما باش مستوى كبير صراحة احنا قدرع المستوى الفني فقط ليس كإنسان في المنتخب الأولى